بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 بارت 6 Limitations on reinforcement ratio for double reinforced beams بنتكلم هنا على الحدود القصوى بتاعة التسليح يعني سواء كان الرو ماكس او الرو مينيمم في الsection اللي هو double reinforced section يعني لما يبقى عندي section الsection دوت في حديد في attention وفي حديد في compression side فبنقول ان الرو ماكس او المفروض تبقى اقل من او يساوي 75 من مية الرو balanced plus رو داش اللي هي نسبة التسليح بالنسبة لحديد الكمبريشن مضروبة في fs داش اللي هو السترس اللي موجود في الكمبريشن ستيل في الحالة الbalanced على fy ونرجع نفكركم تاني ايه المقصود بالحالة هي الحالة اللي بيحصل فيها في الستيل وفي الخرصانة بمعنى ان الستيل يحصل في ييلد والخرصانة توصل ultimate strain فادي المعدل اللي احنا حسبناها قبل كده للرو balanced اللي هي بتساوي 85 من مية fc في بيتا وان على f y في 87000 على 87000 plus f y وطبعا الرو balanced هنا واضح انها بتعتمد على الكمبريشن سترنس وعلى اليلد سترنس بتاعة الخرصانة طيب الرو داش بنحسبها ازاي بنقول انها عبارة عن الاريا ستيل داش مقسومة على ابعاد القطاع ابعاد القطاع اللي هو بي واضي الدي يبقى ادي الرو داش اللي هي ارياس تي داش على بي في دي fs داش balanced زي ما قلنا هي السترس في الكمبريشن ستيل في حالة الbalanced condition واحنا عرفناها مع بعض طيب نتكلم على اللي هي الرو minimum الرو minimum الرو minimum بتسوي ايه تلاتة جزر fc دي مقاومة الضغط على f y والكلام ده تيبقى اكبر من او يسوي متين على f y ودايما احنا بنقول الرو maximum والرو minimum مرتبطة بال ACI يعني على سبيل المثال lower limit بالنسبة للحديد احنا واخدينها من الفقرة اللي هي 10.5 في ACI code وطبعا الرو maximum نفكر كتاني والرو minimum علشان نتفادى حالات اللي هي ال over reinforced section او ال under reinforced section اشتركوا في القناة